موسيقى أهلا بكم في برنامجنا ضحايا العدوان نصلت الضوء في حلقاتنا على جزء بسيط مما خلف العدوان الإسرائيلي الأخير والمتواصل على قلوب وعقول ونفسيات أهلنا وشعبنا في قطاع غزة وربما كل ما سنذكره في حلقاتنا هو جزء بسيط من ما يصعب وصفه وأحصاؤه من حصار ونزوح وتجويع وخوف مستمر وبحلقة اليوم سنتطرق إلى أثر العدوان على الأدوار الاجتماعية التقليدية المتعارف عليها والتي يتم تحديدها من خلال العمر والجنس وغيرها بينما لا قواعد تنطبق على الأسر الفلسطينية في غزة فأصبحنا وفي مشاهد غريبة نرى طفل يعيل إخوته ولا مسؤول عنهم سواه فلا أم ولا أب ولا حتى أخوال ولا أعمام ولا أجداد ففي غزة تمسح العائلات بشكل كامل من السجل المدني بدم بارد إذن كيف سيكمل هذا الطفل ما تبقى من حياته؟ سنحاول الإجابة على كل هذه الأسئلة وسنحاول ربما تقديم الدعم النفسي لهؤلاء الأطفال ولمن بقي من ذويهم وهو أضعف الإيمان وسط ما نشعر به من عجز وستكون معنا ضيفتنا الدائمة الدكتورة جولتان حجازي أستاذ المنفس ومدير جامعة فلسطين التقنية في رام الله أهلا وسهلا فيك دكتورة دكتورة خلينا بالبداية ما أنه نحكي عن الأدوار الاجتماعية التقليدية دعونا نعطي للمشاهدين نبذى شوي عن معنى الأدوار الاجتماعية التقليدية حقيقة هبى الأدوار الاجتماعية دائما تؤسس من خلال الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الفرد ويؤسس عليها الفرد من خلال أو الطفل من خلال عملية التنشئة الاجتماعية التي يتعرض لها في كافة مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي يتربى فيها بدءاً طبعاً من الأسرة مروراً بالمؤسسات التربوية سواء كانت دور الحضانة أو الرياض الأطفال أو المدارس بالإضافة إلى ذلك اللي هي اليوم في ظل العالم العالمي والتكنولوجيا وسائل الإعلام، شبكة التواصل الاجتماعي، الأحزاب السياسية، دور العبادة، جماعات الرفاق كل هذه عبارة عن مؤسسات التنشئة الاجتماعية تساهم في بناء الأدوار الاجتماعية والتي يتم طبعاً قولبة الطفل عليها عبر كما تحدثت عملية التنشئة الاجتماعية بناء على المعايير والمعتقدات والقيم الأخلاقي والديني والثقافي السائدة في المجتمع في كل مجتمع طبعاً له ثقافته وله معاييره الاجتماعية التي تؤسس للأدوار الاجتماعية فيه عبر الأزمان المختلفة طبعاً كان هناك الأدوار التقليدية التي كانت تعطي الرجل الدور الأكبر وكان دائماً المرأة والأطفال في الخلف لكن مع حالة التحضر التي حدثت في العالم والتي نرى نتائجها اليوم طبعاً متمثلة كما ذكرت فيه نتاجات العالمي ونتاجات عالم التكنولوجي الذي نعيش فيه حدث انقلاب نوعاً ما في الأدوار الاجتماعية التقليدية القديمة نعم نتيجة الضغوط الاقتصادي التي حدثت نتيجة التغير الاجتماعي الذي حدث في القيم والمعتقدات نتيجة حالة الانكشاف والانفتاح على الثقافات الأخرى هذه الضغوط وهذا التغير أدى إلى تعليم المرأة إلى خروج المرأة للعمل إلى مشاركة المرأة داخل الأسرة ليس كدورها التقليدي كربة بيت وإنما أصبحت اليوم هي مشاركة في اتخاذ القرار مشاركة في دعم الأسرة اقتصادياً مشاركة في تنشئة الأبناء وتعليمهم تحمل المسئولية حتى أدوار الأبناء نفسهم تغيرت في ظل العالم الحديث الذي نعيش فيه فأصبحوا أكثر تحمل المسئولية أكثر قدرة اعتخاذ القرار أكثر مساهمة في كل المهام داخل الأسرة وهذا كان طبعاً أيضاً نتاج لظهور الأسرة النووية التي أصبحت تعتمد العلاقات فيها فقط أو بنائها يعتمد على الأب والأم والأبناء واختفت الأسرة الممتدة اللي كان طبعاً فيها علم الأجداد والأعمام والأخوال وكل ذلك طبعاً الأسرة النووية هي أسرة يعني بسيطر عليها مصالحها الشخصية ومصالحها الفردية نعم وعلاقاتها طبعاً بتكون مركزة داخل الأسرة الأدوار فيها كما تحدثت هي ضمن دور الأم ليست دور التقليدي وإنما الأم المشاركة التي لها دور في كل مرحلة من بنائها إذن هاي التعريف المتعرف عليه للأدوار التقليدية الاجتماعية نعم وفي غزة كان كمان الأدوار كانت سائدة قبل الحرب نعم كانت سائدة بحكم زي ما حكينا أن غزة كمان هي علم مفتوح طبعاً يعيش في هذا العالم لسيما كمان في ظل التحديات التي عشتها غزة في السنوات العشرين الأخيرة والتي طبعاً فرضت يعني المشاركة على الجميع الحصار والبطالة وانتشار الفقر كل ذلك ساهم في إعادة بناء الأدوار الاجتماعية في الأسرة وكانت إلى حد ما قبل الحرب تعتبر أدوار طبيعية زي أي مكان في العالم نعم نعم حسب معتدتها الظروف السائدة بعد الحرب دكتورة خلينا نحكي عن تغير نعم للأسف الشديد أنه العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة بكل طبعاً ما ارتكبوا من فضائع ساهم في إعادة خلق الأدوار الاجتماعية لأنه الناس للأسف الشديد فقدت كل شيء في قطاع غزة فقدت فقدت الأرواح فقدت البيوت فقدت حالة الأمن فقدت المكان الاجتماعي للناس فقد العمل فرص العمل كل هذا الفقدان انحكس مباشرة على الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة الفلسطينية اليوم للأسف الشديد بنشوف يمكن عبر الشاشات أنه الأطفال عم بيقودوا كل عمليات المسؤوليات داخل الأسرة الطفل بيعب مياه الطفل يذهب إلى إحضار المساعدات الطفل يحمل أخيه أو أخته أو جثمان أمه ويساهم في دفنه هذه كل هالأدوار أخرجت الطفل على السياق الطبيعي لمرحلة الطفولة خلينا نتناول الجانب النفسي بهذا الأدوار كيف تكون نفسية هؤلاء الأطفال سواء المعيل أو الطفل كمان الصغير اللي أخوه بيهتم فيه نعم للأسف الشديد أنه قد يبدو للبعض أنه هذه المواقف جعلت الأطفال يتحملون مسؤوليات كبيرة ويتعلمون الكثير من الأمور لكن على الجانب النفسي لها تأثير خطير جدا على الأطفال لأن أطفالنا في قطاع غزة قادروا مرحلة الطفولة في ظل هذه الأوضاع القائمة ولكي ينمو الإنسان سويا لابد أن يعيش مرحلته بكل خصائصها يعني أنه الطفل بحاجة لمن يهتم فيه فرغم يفسه مسؤول عن الطفال نعم فقد الطفل بحاجة إلى الدعم الطفل بحاجة إلى من يوفر له الأمان في مثل هذه الظروف الطفل بحاجة إلى من يوفر له احتياجاته البيولوجية الطفل بحاجة إلى من يسانده في حالة فقدان الأب أو الأم أو أدوار المرأة تغيرت أيضا في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة وأصبحت المرأة ما أثر كل هذا على نفسيات الأشخاص؟ من المؤكد أنه يعني وكافة الدراسات أثبتت أن التعرض لمثل هذه التجارب الصادمة سوف تترك أثارا يعني شديدة التأثير على كافة القطاعات سواء رجال أو نساء أو أطفال سواء مسنين أو شباب أو أطفال مرأة أو رجل من أهمها طبعا اللي هي الخوف القلاق التوتر هم أصلا عايشين بحاجة فوق اللي عايشين في هذا إذا استمرت إذا استمر العدوان بدون أي حالات تدخل وهو التدخل الآن طبعا صعب جدا لأن الأحداث متكررة ومتجددة سوف يؤدي ذلك إلى تشوهات نفسية عميقة لدى كل هذه الفئات هذا في حال استمر العدوان؟ استمر يمكن علاج؟ ما يمكن علاج؟ حاليا إصلاح ما يمكن يعني في ظل الوضع الراهن صعب العلاج لأن الأحداث عم تتجدد بشكل يومي المعاناة موجودة فقدان إشباع الحاجات موجود يعني أهم شيء الحاجات البيولوجية اليوم الأكل والشرب غير متوافرة في قطاع غزة وكثيرا ما نسمع على الأطفال مناشدات الأطفال نريد أن نأكل نحن جوعة الحرمان دائما يا أختيبة يقود دائما إلى كل المشكلات التي نرىها اليوم منتشرة في المجتمعات يقود إلى العنف يقود إلى الإنفلات يقود إلى البحث عن إشباع الحاجات بأي طريقة كانت وهذا يفسر العنف المضاد الذي نراه اليوم في قطاع غزة منتشر للأسف الشديد في مواقف كثيرة معينة ممكن أن نقدمها أو في طرق ممكن أن نخفف من هذا الضرر يعني محاولة وقف الحرب والعودة وبدء العمار هو بداية الطريق إلى العلاج لأن حضرتك سألتي عن العلاج الحودة إلى الحياة الطبيعية بكل مكوناتها محاولة في حال انتهى العدوان محاولة تنظيف الشوارع محاولة ترميم البيوت تنظيف المدارس العودة إلى النظام التعليمي العودة إلى ممارسة أنشطة الحياة الاعتيادية هي بداية لنضع أيدينا على الخطط التي نبغي أن تضعها كافة طبعا المؤسسات سواء كانت مؤسسات حكومية أو غير حكومية طبعا الموضوع شائك ويحتاج إلى استراتيجيات وطنية معمقة لتأهيل نفسي لإعادة انتظام الأطفال ضمن المسيرة التعليمية التي غابوا عنها لفترة خمس شهور تنظيم إشباع حاجات هؤلاء الأطفال بحاجة إلى برامج دعم نفسي كبيرة جدا لخاصة الأطفال الذين فقدوا الأطفال الذين تحولوا إلى ذوي احتياجات خاصة بحكم فقدانهم لأجزاء من جسدهم هناك فئات كثيرة هي بحاجة إلى دعم من هؤلاء الأطفال طيب دكتوري بالنسبة للبالغين لما كمان في أم صارت مسؤولة أنها تكون أم وأب لأطفالها أو حتى في أجداد صارت مسؤولة عن أحفادهم كيف كمان ممكن أثر عليهم نفسيا طبعا أنا ذكرت أنه كافة الفئات تأثرت في قطاع غزة وأنا على تواصل يومي مع الناس في قطاع غزة وخينا أقولك يمكن البالغين أكثر معاناة من الأطفال لأنهم أكثر استشعارا بالخطر بالخطر استشعارا بالخطر على حياتهم وعلى حياة أبنائهم وعلى حياة أحفادهم وعلى ممتلكاتهم وعلى مكانتهم الاجتماعية وعلى موارد دخلهم التي طبعا ضاعت فجأة فهذا يضعهم تحت هذا القلق الذي يعيشون فيه حالة الخوف التي يعيشون فيها ستترك أثارها اليوم كل قطاع غزة يشعر بالعجز كل سكان قطاع غزة يشعرون بالعجز هذا العجز إذا استمر وتحول إلى حالي من اليأس سيكون له نتائج خطيرة جدا على الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة لذلك ينبغي أن نوجه رسائل لكل الجهات ذات العلاقة بأنه إذا أردنا إعادة بناء الإنسان الفلسطيني والحفاظ على الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة ينبغي أن يكون هناك برامج لتأهيل هذا الإنسان وأن ينبغي أن تكون رسالتنا الأولى هي وقف العدوان بشكل فوري لأن العدوان لا يستهدف الإنسان ويستهدف الشجر ويستهدف الحجر ويستهدف كل شيء في قطاع غزة لكن إذا حفزنا على الإنسان الفلسطيني أي أن كان بالغ أو طفل أو امرأة أو رجل يعد إعمار كل شيء ونبقى محافظين على قضيتنا الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وإن شاء الله ترجع الأوضاء أفضل من ما كانت عليها إن شاء الله بدي أشكرك دكتورة جلتان حجازي دكتورة علم النفس وإذن مشاهدينا ما زالت غزة تفاجئنا وما زلنا نرى ما لا يستوعبوا عقل ولا يحتملوا قلب لا تنسوا غزة من دعواتكم ولا تنسوها في كل لحظاتكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة